موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشكي الصحافة حيث نقف فيه على أهم وأبرز ما تداولته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربي الصادرة لهذا اليوم والتي تنوعت في تناولاتها بين العديد من الشؤون المدنية والعسكرية ونبدأ من المواقع الأخبارية والبداية من المخاوف التي تدور في العاصمة المؤقتة عدن من انطفاء شعلة مصافي عدن بعد أن تم إيقادها قبل أيام حيث علق موقع الصهاريج نيوز مخاوف من انطفاء شعلة مصافي عدن مرة أخرى بسبب انتهاء إمدادات النفط الخام وقال المسؤول الإعلامي في المصافي إن إمدادات النفط الخام إلى مصافي عدن لا تكفي سوى عشرين يوما من أجل تشغيل المصفاه التي عادت للعمل يوم الأحد الماضي بعد توقفها حوالي مدة عام وقال ناصر شائف المتحدث باسم مصافي عدن أن شحنة النفط الخام التي وصلت إلى مصافي عدن والتي تقدر بـ 500 ألف برميل تكفي لتشغيل المصافي لأيام فقط مشيرا إلى أن المصافي عادت للعمل بطاقة 50 ألف برميل يوميا فقط بينما يبلغ إجمال طاقتها الانتاجية 150 ألف برميل يوميا ويتابع الموقع وطرحت إدارة الشركة يوم الرابع عشر من أيلول الماضي مناقصة لبيع أربع سفن تابعة لها بالمزاد العنني لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالشركة وتسديد رواتب الموظفين والعمال واليمن منتج صغير للنفط إلا أن عائدات التصدير كانت تساهم في رفض الخزينة العامة بالإرادات خلال السنوات الماضية إلى موقع التغيير نت والذي أورد العديد من العناوين بينها الجيش اليمني يشق طريقه من مأرب نحو صنعاء وفي الشأن السياسي الانقلابيون يلتفون على ولد الشيخ ويسعون إلى الاعتراف بمجلسهم السياسي وعنوان آخر أيضا الوزير الأصبحي الميليشيات الانقلابية أنشأت ثمانية سجون سرية لاحتجاز المختطفين وكشف عز الدين الأصبحي في مؤتمر صحفي أن الميليشيات الانقلابية أنشأت ثمانية سجون سرية لاحتجاز المختطفين منوها إلى أن تاعز تصدرت المحافظة الأكثر تضررا من حرب وانتهاكات الحوثيين وفي الوضع الاقتصادي الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الثالث والخمسين وتقر الميزانية العمومية لعام 2015 قضية اليمن يجب أن تتجاوز الصراع الطائفي الذي يغرق المنطق اليوم وفقا لخطة تستهدف ضرب مشروع الدولة الوطنية في كل الأخطار العربية وأغراقها في الفوضى هكذا بدأ السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان مقاله عن ضرورة أن تنأى اليمن بذاتها عن الصراع الذي يمزق الوطن العربي وقال نعمان عندما أخذت البلدان العربية منذ الخمسينيات تخطو خطوات كبيرة نحو بناء الدولة كان هناك من يستحضر من داخل البنى الاجتماعية والثقافية والتاريخية السياسة تاخل كل بلد على حدة عناصر تفكيك هذه الدولة حتى استطاع أن يخرب كثيرا من الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف اليمن اليوم وبعد أن اتفقت القوى السياسية والاجتماعية على مشروع بناء الدولة متجاوزة بالحوار والتفاهم كل الإشكالات النظرية التي كانت تكرس كعوائق لتحقيق هذا المشروع يجري سحبها إلى هذا المشروع الطائفي بواسطة الإنقلاب على مشروع بناء الدولة إن من يحمل مشروع الدولة عليه أن يتحمل مسؤوليته في حماية البلاد من المشروع الطائفي إن المقاومة المستندة على شرعية التوافق السياسي السلمي لبناء الدولة هي من يجب أن يتبنى بقوة حماية البلاد من هذا المشروع الخطير بالاستناد إلى مخرجات الحوار الوطني وأن يتجنب الانزلاق نحو هذا المشروع بخطاب سياسي وطني واضح المعالم غير ملتبس بمظاهر الخلافات التي كان لها منطقها في زمنها والذي يصعب إسقاطها اليوم على حاجات الناس التي تغيرت بتغير الزمان أو بمحطات الصراع التي أسست لهذا الانقسام وعلى أيدي قوى طالما كانت المنطقة كلها هدفا لأطماعها إن الكتلة التاريخية الواسعة والقوية التي تؤسس مستقبل اليمن هي كتلة فرض السلام وبناء الدولة الوطنية إلى موقع عدن تايم الذي عنونا حول حركة التعيينات الأخيرة الرئاسة توجه محافظي عدن ولحج ورئاسة الجامعة بإيقاف أي تعيينات وتبدي استياءها وحصل عدن تايم على مذكرة موجهة من مكتب رئاسة الجمهورية إلى كل من اللواع دروس الزبيدي ومحافظ عدن والدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج والدكتور حسين باسلامة القائم بأعمال رئاسة جامعة عدن وتطالبهم بالحفاظ على استقرار المؤسسات الحكومية وعدم إجراء أي تغييرات أو تعيينات في قيادات المؤسسة الحكومية وفروعها خلال الفترة الحالية وقالت المذكرة الموجهة من مكتب رئاسة الجمهورية إلى محافظي عدن ولحج والقائم بأعمال رئاسة جامعة عدن نكرر إليكم توجيهات رئاسة الجمهورية مرة أخرى بعد وصول عدد من الشكاوي والاستياء المجتمعي نظرا لاستمراركم في عملية تغيير قيادات المؤسسات خارج نطاق القانون الخاص بشاغلي الوظائف العامة وأضافت مذكرة مكتب الرئاسة لقد تعرض العديد من الكوادر للإقصاء والتهميش بدلا من استحقاقها التقدير كونها عملت في أصعب الظروف وأيضا موقع الموقع بوست ركز على العمل الدبلوماسي الذي تحاول الحكومة اليمنية إحيائه وعلق الموقع جهود كبيرة للخارجي اليمنية لإحياء الدبلوماسية وإنعاش آدائها رغم الصعوبات وطبقا للموقع فقد شهدت الآونة الأخيرة تحركات مكثفة للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية لإحياء وطنشيط الدبلوماسية بهدف حجد مزيد من الدعم الدولي للشرعية وكذلك الحفاظ على التأييد والاستفاف الدولي القائم المؤيد للشرعية والرافض للانقلاب وتزامن تلك التحركات وفق الموقع بوست مع محاولات الانقلابين لفتح قنوات تواصل دولية بهدف الحصول على دعم وتأييد خارجي لخطوات الانقلابين التي اتخذوها مؤخرا والمتمثلة في تشكيل المجلس السياسي وإعادة استئناف جلسات البرلمان وغيرها من الإجراءات الأحادية ويرى مراقبون وسياسيون أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تعمل بها الخارجية اليمنية إلا أن الجهاز الدبلوماسي تمكن من إقناع معظم دول العالم بضرورة تأييد خيار استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب توقف الحوار وظهر الحوثيون في بغداد تحت هذا العنوان كتب ناصر زيدان مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب ترابط توقيت زيارة الحوثيين إلى بغداد مع عدد من الأحداث المرافقة ليست مصادفة بالتأكيد فالمراقبون يرون أن إعلان الانسحاب من الحوار في الكويت بدى كأنه جاء بأوامر خارجية كون المواضيع التي كانت تناقش فيه ليست جديدة ومطالب الحكومة الشرعية في اليمن تتطابق مع مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والتي تنص على تسليم المدن اليمنية التي تم اجتياحها من قبل الحوثيين وقوات المخلوع صالح في الربع الأخير من العام 2014 وتشكيل حكومة وحدة وطنية إن اعتبار الحوثيين كحالة يمنية معارضة ضرب من الجنون فواقع الحال يشير إلى أن هؤلاء جزء من منظومة إقليمية مهمتها خلق الفوضى والاضطرابات في أكثر من دولة عربية يبدو واضحا أن حسابات المتمردين على الشرعية في اليمن ليست محلية فحسب بل هي حسابات تتعلق بمشروع هيمنة إقليمية ترأسه طهران يهدف للتحكم بالمقدرات العربية وتعميم الفوضى والاضطرابات في الدول المجاورة بينما تعمل هي على صنع استقرار داخلي في إيران من خلال طمس حركة المعارضين لسياستها وبتصدير المشكلات إلى خارج أراضيها لا سيما بعد أن تمكنت من إرساء اتفاق مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول ملفها النووي العسكري ما سيؤدي إلى إعادة مبالغ مالية طائلة إلى خزينتها كانت مجمدة في مصارف الدول الغربية إن السماح لمشروع الحوثيين بالنفاذ في اليمن يعني التسليم بالسيطرة الإيرانية على المنطقة برمتها خصوصا أن الجيبوليتيك اليمني يحتل موقعا مهما في الخريطة العربية فهو مجاور للبحر الأحمر كأهم ممر مائي في العالم ويتواصل مع الجزيرة العربية برمتها إلى عنوين موقع يمن منتور والتي ورد فيها منظمة أطباء العالم تسحب طواقمها من اليمن ومن عدن محافظ تعز المعمري يزور عدن للقاء قيادة قوات التحالف العربي وأيضا من عنوين الحكومة اليمنية تشخص احتياجات مواطنيها وتتوعد بالتصدي للطائفية وفي الشان السياسي علق يمن منتور شهر على رفع مشاورات الكويت والجولة القادمة في علم الغيب قائلا إن الأمم المتحدة أخفقت في الإفاء بوعودها في إقامة الجولة الجديدة من مشاورات السلامة اليمنية بعد شهر من انقضاء مشاورات الكويت واستمرار ميليشي الحوثي في اختطاف الصحفين احتل مساحة كبيرة في اهتمام المواقع اليمنية حيث علق المصدر أونلاين حول آخر اختطاف نقابة الصحفيين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي للكاتب الصحفي يحيى الجبيحي وينقل الموقع عن مصادر مقربة من الجبيحي عناصر ترتدي زي الأمن يتبعون الانقلابين قامت باختطاف الجبيحي من أمام منزله ظهر الثلاثاء بعد أيام من اختطاف نجله حمزة وحملت نقابة الصحفين اليمنيين في تصريح على لسان نبيل الأسيدي عضو مجلس النقابة جماعة الحوثي وصالح كافة المسئولية عن حياة الجبيحي ونجله وتطالب بالكشف عن مصيرهما وأطلقهما فورا مطالبة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية بإدانة هذه الجريمة ومؤذرة نقابة الصحفيين في مواجهة الاعتداء الممنهج على الصحافة والصحفيين نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا ثم نطالع أهم ما تناقلته الصحفة العربية في الشأن اليمني نعود اللقاء بكم مشاهدين الكرام ونطالع أبرز وأهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من العرب الجديد والتي خصصت إحدى صفحاتها للحديث عن معاناة الناس في اليمن وخاصة مع استقبال عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم أجمعين العنوان يقول لا أضاحي في اليمن تقول العرب الجديد إن في هذا العام لن تشتري عائلات يمنية كثيرة أضاحي العيد لأسباب عدة على رأسها ارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض بين المواشي المستوردة وعادة ما تلجأ البلاد إلى استيراد الأضاحي بسبب زيادة الطلب على شرائها في أيام العيد وتنقل الصحيفة عن شاهد عيان يدعي أنه لم يشتري الأضاحي خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الغلا وعدم عثوره على عمل يساعده على توفير أبسط المتطلبات المعيشية لأسرته ورغم أنه اعتاد تقديم الأضاحي في كل عام لأنه وجد نفسه أخيرا مجبرا على التخلي عن هذه العادة بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية الأخيرة يوضح عبيد للعرب الجديد لا يمكن أن أشتري أضحية للتقرب إلى الله فيما لا أملك القدرة على توفير أبسط احتياجات أولادي مثل الطعام أو التعليم ويضيف قائلا لا بأس إن تخلينا عن هذه العادة إلى حين انتهاء الحرب صحيفة الخليج الإماراتية تحدثت عن الوضع السياسي وقالت إن الرئيس اليمني يؤكد مساعي حكومته للبحث عن السلام وجاء في الصحيفة أن الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قال إن حكومته داعية سلام تتوق إليه لمصلحة اليمن وشعبه ولتأسيس مستقبل آمن للبلد بعيدا عن ترحيل الأزمات من خلال السلام الذي لا يحمل في طياته بذور صراعات قاتمة أو قادمة عفوا جاء ذلك خلال لقاء لهادي ولد الشيخ أحمد أمس في الرياض التي وصلها قادما من سلطنة عمان في إطار جولته الحالية لاستئناف مشاورة السلام وفي اللقاء قال الرئيس اليمني مثل ما برهننا خلال محطات السلام المختلفة بدءا من جنيف وبييل في سويسرا والكويت أننا دعاة سلام وتواقون له لمصلحة بلدنا وشعبنا سنظل كذلك نبحث عن السلام الجاد الذي يؤسس لمستقبل آمن لبلدنا بعيدا عن ترحيل الأزمات مؤكدا حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي نحو السلام المرتكزة على مرجعيات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة دموية الانقلابيين تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيان افتتاحيتها وقالت الصحيفة الإماراتية توجيه التحالف العربي ضربة جوية لصواريخ بلستية بحوزة الحوثيين والانقلابيين أمر مهم جدا فهذه الصواريخ تؤكد سعي الانقلابيين والحوثيين على مواصلة جرائمهم من المستحيل أن يتمكن الحوثيون والانقلابيون من تطوير هكذا صواريخ لو لا حصولهم على مساعدة فنية عسكرية بالغة التعقيد وهذه القدرات تتوفر عند إيران وحزب الله مما يؤشر على إصرار هذا المعسكر على استمرار الحرب عبر توفير هكذا صواريخ مهربة أو تم إنتاجها سرا في مناطق اليمن الشمالي والكارثة هنا أن هكذا صواريخ ستزيد من تعقيدات الحرب بما يؤذي المدنيين أولا ويعبر أيضا عن خط هؤلاء الإجرامي لقد آن الأوان أن تعترف بعض الأطراف بأن الصراع على السلطة في اليمن ليس محليا بالمعنى الحصري فهو صراع إقليمي ودولي ولا يمكن للعالم العربي أن يواصل التفرج على هذا المشهد وهو يرى اختطاف المنطقة بما يعنيه ذلك من تهديد للعالم العربي وتأثير ذلك على الأمن والاقتصاد معا عبر بوابة البحر الأحمر وتدفق النفط أيضا إلى شعوب العالم إن انكشاف حقيقة الصواريخ البلستية يدفع باتجاه الدعوة للوقوف بكل الوسائل ضد الحوثيين والانقلابيين خصوصا حين يصير هذا النوع من التسلح تعبيرا عن إصرار على ذات الخط الدموي صحيفة البيان الإماراتية تقول في أحد موضوعاتها الجامعة ترفض تصعيد الانقلابيين حيث أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط دعمه التام للحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي ومساعيها الرامية إلى استيناف مشاورات السلام تحت رعاية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وانتقد الأمين العام للجامعة العربية بشدة في بيان الله موقف ميليشيات الحوثي وصالح وما أقدمت عليه من تصعيد لوثرة الأعمال العسكرية في محافظتي صنعاء وتعز وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية وأعلانهما تشكيل ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وطالب أبو الغيط ميليشيات الحوثي وصالح بألكف فورا عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية والالتزام بقرار وقف أعمال القتال واحترام مرجعيات المفاوضات المتفق عليها وعنوان آخر ميليشيات الحوثي والمخلوع ارتكبت 72 ألف انتهاك في ستة أشهر صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها مقتل 13 من تنظيم القاعدة في غارات أمريكية باليمن وفي التفاصيل قال الجيش الأمريكي إن 13 من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قتلوا في غارات أمريكية في اليمن وتضيف الصحيفة أيضا وقع الهجوم بين 24 من أغسطس الماضي والرابع من سبتمبر وفقا للقيادة المركزية الأمريكية التي قالت إن الضربات الجوية تضع ضغطا ثابتا على الشبكة الإرهابية صحيفة الحياة اللندنية اهتمت بما أعلنته الأمام المتحدة من أن 50 مليون طفل في العالم اقتلعوا من جذورهم وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن قلقها حيال ما يقارب 50 مليون طفل تم اقتلاعهم من جذورهم في أنحاء العالم بعدما أجبروا على ترك منازلهم أو بلدانهم جراء الحروب والعنف والإضطهاد وتقول المنظمة الأممية أنه في نهاية العام 2015 أصبح 31 مليون من هؤلاء الأطفال لاجئين و 17 مليون نازحين داخل بلدانهم وقال المدير التنفيذي لليونسيف أنتوني ليك كل صورة كل فتاة أو فتاة يمثل عدة ملايين من الأطفال في خطر وهذا يتطلب أن يتناسب عملنا من أجل جميع الأطفال مع تأثرنا بحالات الأطفال الفردية التي نطلع عليها الرواء العربي المعروف واسيني العرج كتب مقالا في صحيفة القدس العربي تحدث فيه عن زماننا الذي يعيشنا ونقضي العمر على هوامشه كما أحب أن يوصف حالتنا العربية اليوم وقال واسيني إذا حكم العسكر غابت السياسة واختفى رجالها حقيقة تؤكدها الخبرة التاريخية لمجتمعات عربية رزحت عقودا تحت وطأة الحكم العسكري فأصبحت مستباحة من حفنة من العسكريين يتحكمون في مفاصلها دون أدنى خبرة أو دراية في إدارة الشأن المدني خصوصا في شقه السياسي في سوريا كما هي الحال في مصر والجزائر اختفت السياسة وتراجع معها دور الطبقة السياسية المدنية إلى درجة باتت فيها مقاومة هذه المجتمعات الحكم العسكري ضعيفة فكانت النتيجة صراعا أهليا كما الحال في سوريا أو انهاك الدولة والمجتمع كما الحال في مصر والجزائر غابت السياسة ولكن استمر الصراع الذي انتقل من المستوى السياسي إلى المجتمع وفئاته وطوائفه فلم يعد بإمكان السلطة التحكم فيه أو تجيره لصالحها ويظن العسكريون خطأا بأن من شأن إغلاق المجال العام وقمع المعارضة وتكميم الأفواه إيقاف السياسة ومحو القدرة على الاشتباك مع سياساتهم وقراراتهم تحولت سوريا منذ بداية الثمانينيات إلى مقبرة للسياسيين دفعت كثيرين منهم إلى الهروب من البلاد أو الصمت على ما يحدث خوفا من البطش وعلى الرغم من ذلك استمر الصراع في سوريا وتحول إلى أشكال أخرى مع سياسة التطيف التي اتبعها الأسد خصوصا في الجيش والمناصب العليا في الدولة محاولات العسكر وأدى السياسة والتخلص من المعارضة المدنية كانت نتائجها كارثية على المجتمعات العربية وأن تغييب السياسة لا يعني بحال أن الصراع قد انتهى بل تم دفعه إلى مستويات أكثر توترا وحدة مجموعة من رسوم الكاركاتور نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر